ميناء الحديدة رئة التي تعتمد عليها ميليشي الحوثي لتغذية عملياتها الإرهابية وتستغله لأغراض عسكرية بعد أن حرفت مسار عمله لصالح مشروعها لتهريب الأسلحة والمواد التي تدخل في صناعة المتفجرات وجعلت من مدينة الحديدة ثقنة عسكرية كبيرة مستغلة الهدنة الأممية القائمة في توسيع مسارتها وأنشطتها التي تؤجج من الصراع وتطيل أمد الحرب في البلاد مراقبون اعتبروا الممارسات الحوثية في ميناء الحديدة والمدينة بشكل عام مخالف الاتفاق السوكهولم الموقعة بين الحكومة والميليشيات عام 2018 والتي نصت على وقف إطلاق النار وأي أعمال عسكرية في المدينة وهو ما لم تلتزم به الميليشيا جملة وتفصيلة في ظل غياب الرقابة الدولية الحقيقية لإنقاذ الاتفاق والتي أكتفت بالإدانات الخجولة والتعبير عن القلق في حين تواصل الميليشيا تنفيذ خططها وانتهاكتها مراقبون عسكريون اعتبروا الانتهاكات والتماد الحوثي فيما يتعلق باتفاق السويد يفرض ضرورة التدخل الحاسم لوضع حد للإرهاب المسعور الذي تنفذه الميليشيات تنفيذا لأجندات إيران التوسعية في المنطقة لا سيما في ظل استغلال الهدنة الأممية ويرى مراقبون أن الميليشيات حولت ميناء الحديدة من منشأة مدنية إلى نقطة أساسية لتهريب الصواريخ والطائرات المسيرة واستخدامها في تنفيذ العمليات الإرهابية في الأراضي اليمنية قالت الحكومة الشرعية في وقت سابق أنها وثقت عمليات التهريب المتواصل للأسلحة عبر مواني الحديدة وتخزين الأسلحة داخله مطالبة بضرورة وقف تحويل المواني والمطارات والمدارس إلى ثقنات عسكرية وتعريضها للخطر وهي جريمة تضاف إلى سجل لجرائم الميليشيات المدعومة من إيران ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر